شكرا سمر أبدأ هذه الجولة على الصحف من نداء الوطن التي عنونت اليوم التعيينات عون يريدها كسر عظم ودياب يدفع نحو التصويت حتى منتصف الليلة كانت النيران الصديقة لا تزال تسجل أصداؤها بوتيرة متقطعة على جباتين الأولى جبات كسر عظم يقودها رئيس الجمهورية ميشيل عون وإلى يمينه جبران باسيل وإلى يساره رئيس الحكومة حسان دياب وثانية يتقدمها الرئيس نبيه بره ويسعى من خلالها إلى دفع مجلس الوزراء نحو إرجاء البدب التعيينات اليوم للحؤول من جهة دون الاستفراد بسليمان فرنجية داخل الحكومة ودون الإمعان في استفزاز سعد الحرير خارجها فقد أوضحت مصادر لنداء الوطن أن بره حريص على عدم كسر فرنجية مسيحيا وعلى عدم إقرار سلة تعيينات تستهدف الحرير والمكون السني في التركيبة الوطنية كاشفة في المقابل أن التيار الوطني الحر بمؤذرة من الرئاسة الأولى كان حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية يرفض منح المردة مقعدين مسيحيين في التعيينات المالية إقناعه بالقبول بعض واحد في المصرف المركزي مقابل وعود بالتعويض عليه في تعيينات أخرى ورغم التشنج الظاهر في الأجواء الحكومية غير أن مصادر قصر بعبدة أبدت إصرار رئيس الجمهورية على إقرار التعيينات اليوم معربة لنداء الوطن عن تفاؤلها بأن تسير الأمور بإيجابية وهو ما أكدت عليه مصادر رئيس الحكومة أما على مقلب قوى المعارضة السنية التي يتزعمها الحريري بالتكافل والتضامن مع رؤساء الحكومات السابقين فأكدت مصادر مواكبة لنداء الوطن أن ما تردد عن التهديد باستقالة كتلة المستقبل النيابية ردا على السياسات الكيدية التي انتهجتها الحكومة لم يكن من باب المناورة إنما هو مطروح على بساط البحث وقد يتطور بحسب المستجدات إلى مطالبة الحريري بإجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا لما تم تجاوز التمثيل المكون السني ومحاولة تهميشه في المعادلة الوطنية من نداء الوطن إلى صحيفة الأخبار فرنجية مصمم على الاستقالة وخمسة وزراء يعترضون على التعيينات مساعي حزب الله لم تفلح في إقناع عون وباسيل بالقبول بالشراكة ولا فرنجية في التراجع عن موقفه ويرى رئيس طيار المرد سليمان فرنجي أن باسيل لم ولن يتغير وهو يريد الاستئثار وهو طالب حزب الله بأن يعفيه من مهمة البقاء في هذه الحكومة فأنا قدمت ملدي وأعطيت دعم كتلتي لكي تتشكل حكومة ولا يقع البلد في الفوضى فيما رد ممثل الحزب بأن الوقت ليس مناسبا لفرط الحكومة والظروف ضقيقة وبحسب معلومات الأخبار أن قرار انسحاب فرنجية من الحكومة سيترجم اليوم بشكل أولي بغياب وزيريه عن الجلسة التي من المفترض أن تطرح فيها التعيينات من جهتها أكدت مصادر بارزة في قوى الثامن من أظهر الأخبار أن كل الجهود فشلت للأسف والمعارك لا معنى لها في ظل كورونا وفي ظل كل ما يحصل تخاض معركة رئاسة الجمهورية ولم يتضح بعد إصرار الدياب على إجراء التعيينات الآن في عز أزمة كورونا وقبل إنجاز الخطة الاقتصادية والمالية والنقدية المفترض بالفريق الذي سيتم تعيينه أن ينفذها فعلى أي أساس يتم اختيار الأشخاص الأسئلة تتزايد في ظل المعلومات عن اعتراض خمسة وزراء إضافة إلى وزيري المرض على التعيينات المقترحة ما يعني إمكان سقوطها وتعريض الائتلاف الوزري لتهديد إضافي سأبقى ضمن إطار صحيفة الأخبار ومقال آخر عن تجاوز لوزير المالية وزني يخالف لاستبعاد سركيس ارتكب وزير المال غازي وزني مخالفة صريحة للقانون الرقم 28 الصادر عام 1967 فهو لم يوزع السير الذاتية لجميع المرشحين الذين يوجب القانون على مؤسسة ضمان الودائع تقديم أسمائهم إلى وزارة المال لأجل إحالتهم على مجلس الوزراء ليختار منهم واحدا لعضوية لجنة الرقابة على المصارف المؤسسة وفي كتاب صادران عن رئيس مجلس إدارتها خاطر أبي حبيب يوم 18 أذار 2020 تقدمت بثلاثة أسماءهم طوني شويري جوزاف سركيس ومونير اليان لكن وزني لم يقدم لمجلس الوزراء سوى السيرة الذاتية لشويري الهدف مما ارتكبه وزني هو إبعاد سركيس تحديدا لأنه يزعج المصارف بتطقيقه بعملها فضلا عن كونه مشاكسا لحاكم مصر في لبنان رياض سليمي إذ يصر على استقلالية اللجنة والآن إلى صحيفة الجمهورية ومقال كتبه جوني منير بعنوان هل استقالة الحكومة جدية وجاء في المقال تصاعد الهمس خلال اليومين الماضيين حول قرب استقالة الحكومة ومن أبرز الإشارات تلويح ثلاث قوى أساسية بالاستقالة الأولى وتتعلق بتهديد الرئيس نبيه بره باستقالة وزريه من الحكومة بسبب استئثار جبران باسيل بكل الحصة المسيحية في التعينات المالية الثانية تتعلق بالإنذار الذي رفعه سليمان فرنجي باستقالة وزريه في حال عدم نيله ثلث التعينات المالية المسيحية والثالث تلويح الرئيس سعد الحرير باستقالته مع كتلته النيابية في حال تجاوز مطالبه في التعينات المالية أصحاب هذه الهمسات يعتقدون أن ثم تتبدل في الأجواء الخارجية يسمح بإجراء تبديل وزري ويستشهد مسؤول لبناني كبير بكلام كان قد سمعه من ديبلوماسي أمريكي غدا تتشكيل الحكومة من أنها لملء الوقت الضائع وأن عمرها قد لا يتجاوز مطلع الصيف المقبل لكن بالنسبة إلى التطورات الخارجية المتسارعة فصحيح أنها اختلفت عن السابق لكن تحت وطأت عاملين أثار كورونا المرعبة في الداخل الأمريكي والانهيار الاقتصادي الذي يلوح في الأفق دوليا وورقة القوة في استمرار هذه الحكومة تتلخص بعدم وجود بديل عنها في الوقت الراهن إضافة إلى دعم حزب الله لها ذلك أن خطوة ما بعد الاستقالة غير متوافرة وغير مؤمنة مع هذا المقال أختم هذه الجولة على الصحف فاصل إعلاني ونعود بعده لمتابعة برنامج الحدث اشتركوا في القناة